السلام عليكم طلاب في محاضرة تقنية صناعة المواد الانشائية اليوم محاضرتنا هي المحاضرة رقم 8 اللي هنتحدث بها عن الفيرغس ميتلز المعادن الحديدية عدنا هاي الانواع الموضحة هنا بالصورة من المعادن الحديدية اللي هي البيك ايرون اللي هو نسميه حديد الخبث اللي هو المادة الاساسية لانتاج الانواع الثلاثة الاخرى اللي هي الكاس ايرون الرد ايرون والستيل فهذا نحن نجيه الى أول نوع اللي هو الكاس ايرون اللي هو حديد الزهر الكاس ايرون هو يعتبر من الحديد انواع الحديد اللي تكون عالية للشوائب اللي بها نسبة امبورتيز عالية حيتحتوي فقط كوربون يعني الكوربون يعتبر من الشوائب مثل ما ذكرنا انه احنا الحديد من يؤثر بين نسبة الشوائب وخاصة الكاربون وجود الكاربون راح تشوفون من نهاية المحاضرة شوان يأثر لي ويغير لي من القصاص فإذا حديد الزهر يعتبر من الحديد اللي يكون به شوائب عالية هيتستنسل الكاربون بين 2 إلى 4% الكاست ايرون يحتوي على ثلاث أو يكون على ثلاث أنواع رئيسية طبعا اعتمادنا على لشنو اعتمادنا على الكولر ونفركشور يعني عندما نقطعه أو نكسره عندنا الواس الوايد كاست ايرون اللي هو السطح مالتا قد قطعة يكون لون أبيض والسبب اللون الأبيض هي الشوائب من نوع من انواع الكاربون سميه الكاربايد حيث ان احنا ذا قطعنا السطح راح نلقى انه السطح بلون أبيض إلى رماد العفو سيلفر يعني فضي عندنا القريد كاست ايرون الكاست ايرون حديد الزهر بلون الرصاصي هو هذا نوع من انواع يعني الحديد الزهر اللي معروف بلون اللي غري الرمادي ولي سببه شنو اللي غرافيت ستركتشور يعني المظهر اللي غرافيت مالت اللي غري كاست ايرون عندنا النوع الآخر اللي هو الدكتايل كاست ايرون الحديد الزهر الدكتايل اللي هو بخاصية الدكتالي هذا عارفن شنو يا الدكتالي انه هو يظهر ديفي ديفورميشن خلال عملية هذي التحميل او اللودنج هذا الدكتايل كاست ايرون اللي هو يكون يعني من نكسره من ناخذ مع المقطع وننشوفه راح يكون بشكل عقيدات كروية spherical nodules اللي هي تمنع ظهور الكراكات جديدة الكاست الدكتايل كاست ايرون حديد الزهر اللي هو من النوع الدكتايل اللي هو يكون مادة مضيلية يعني يعتبر المقاومة للإمباك للصدمات والجهاد او مقاومة للفتيق الفتيق اللي هو الاجهاد يعني لمن المادة يعرضها الى احمال بشكل متكرر يسميها فتيق هذه يكون مقاومة تكون اعلى هنا عدنا الشكل اللي يوضح لي الانواع المختلفة للكاست ايرون عدنا هذا المقطع مال تحت المجهر هذا عدنا الدكتايل كاست ايرون وعدنا الواي كاست ايرون هاي يكون انواع اخرى بس اقل اهمية اللي هي الملبل اهم الخصائص اللي يتميز بها الكاست ايرون اول شي انه يعتبر هارد قوي وبرتل فكيف نكون مادة هارد وبرتل مثل ما قلنا انه المادة اللي برتل هي المادة اللي تتهشم فجأة بدون ظهور تشوى يعني ممكن المادة تكون براتل الوقت هارد يعني تتحمل مقاومتها عالية جدا لكن مجرد نتواصل لنقطة محددة بعدها رأسا تفشل بدون ظهور تفشل طبعا هاي المادة تبر برتل عداء دكتايل كاست ايرون اللي هو يكون مادة دكتايل مطيلية رزيستن تفشل عند قابلية الى انه شنو يقاوم للنتوءات او التشوهات العفو والو مقاومة التأكل يعني هو مقاوم للضرر اللي يصير بسبب الاكساد حيث انه احنا بزماغ الحديد مجرد انه اكساد رح تكون طبقات من اوكسيد الحديد هاي الطبقات رح سبب الكاروجين بينما الكاس ايرون لأ هو مقاوم المقاوم للكاروجين لكن شنو ب ديكتال تولد صعب انه شنو احنا نسوي لعملية اللحام للبيس في غرافيتي مالتا سبعة ونص المالتينج بوين درجة الانصهار مالتا تعتبر منخفضة مقدارة حوالي 1200 درجة سيليزية يتأثر بماء البحر كانت بمغنتايز دايما يمكن مغنططه ليس جيد لصقل يعني مو ممكن صقلة بسهولة واخر شيء اللي هو تشيب نجي على اهم الاستخدامات للكاس ايرون اولا للاعمال المصبوبات الزينة مثل البراكت هذي الاقواص لامبوست هذي الاضوية مالت الشارع باثروم فتنج تجهيزات الحمام مثل الووتر بايب هاي الووتر بايب سوار والمجاري المانهول المانهول اللي هي الغطاء مالت المجاري سانيتوري فتنج هاي هي السانيتوري فتنج الزاء اللي هي مالت الحمام نستخدم ايضا بالاوتوميتف انديستريال بار قطع غيار السيارات مثل السيلندرقل هيد وسيلندرقل بلوك والقاربوكس كيس اننا نحطط لكم صورة الى سيلندرقل بلوك حتى تشوفوها يعني بالريلتشير اللي هو ما نستخدمها بمقاعد مالت القطارات يعني هنانا الهيكل مالت القطارات الكاريج ويلز اللي هي كذلك بال بالقطارات بالهذه بالويلز مالتها اللي بالعجلات ماشين بارت سبجوكت تشوكن وازاء الميكانيكية المعرضة للصدمات اهم استخدام الانهو يعتبر بيسيك ماتيريال مادة اساسية لتصنيع الرد ايرون والملد ايرون عدنا الى المانفاكتر اوف كاست ايرون شان نصنع الكاست ايرون نصنع من البك ايرون من حديد الخبث اللي هو ينتج من ينتج من الحديد يعني هما هو من الحديد المنصهر بالبلوست فرنس اما بشكل مباشر او بشكل شانو ريمالتين من حديد الخبث نرجع هو مثلا احنا اما باشرة اول ما هو منصهر نجو نستخدمه ونصنع من عند الكاست ايرون او لا يعني هو يكون مصلبه كامل فحنا نجع نسول المئة ريمالتينج رجع منصهر وكذلك نتحول الى الملت ايرون فانو احنا مننا هذه نسول ريمالتينج راح تغير النسب راح نغير ما نسبة اللايمستون راح تغير نسبة الكاربون راح تغير نسبة هذه فانو لازم احافظ عن نسبة شوائب داخل حديد الزهر اللي نسبتها 2-4% 1-3% فاذا شفنا نسبة الكاربون اقل لازم نضيف كاربون عن طريق الكوك اذا جينا مثلا لقناها نسبتها عالية لازم نجي ان نصهر اكثر حتى اتقل كمية الكاربون وباقي الشوائر اللي هي مثل مثل لدينا الفوسفات والسالفيت اللي هي الكبريتات هاي مجموعة من انواع الشوائد هاذا احترقت ممكن احترقوها ايضا الكاربون فمثل ما قلنا اذا كمية قليل لازم شنو لازم نرجع ونضيف كاربون مرة اخرى شلون نحافظ عن نسبة الكاربون عن طريق اضافة الكوك اللي هو فحم الكوك اللي هو المسؤول عن الكاربون او نسبة الكاربون موجودة بالحديد نسبة مثل ما قلنا هنا الكاربون نجم تثين الى الربعة بالمية والسيليكون الى الى ثلاثة بالمية هذا وين بالكاست ايرون هنا هنا الرط ايرون الحديد المطاوع الرط ايرون يعتبر pure ايرون يعني حديد نقي لش انه حديد نقي لانه ينتج من الكاست ايرون بعد ازالة اليمبيوريتي موجودة بي total ايرون نسبة اليمبيوريتي شوائب الموجودة بحديد بحديد الرط ايرون تكون يعني بشكل كل بوينت خمسة نسبة جدا قليلة نتلاحظون بالتلاس ايرون نسبة اثنية الى اربعة بالمية لكن ها نسبة بوينت خمسة بالمية نتراح نسبة الكاربون بوينت وينت السيليكون 0.15 الى 0.2 الفوسفات الى 0.12 الى 0.16 السيلفات الكبريتات 0.02 الى 0.03 وهين الماغنيسيون حتى ننتج الرا ايرون نستخدم عملية الريف بورتري او اللي عملية نسميها استر بروسيس هاي مطلوب عنكم فقط تعرفون هاي المعلومات ما مطلوب كثر هاي العملية تعاد عدة المرات حتى نقوم بازالة الشوائب بنسبة عالية جدا حتى نحصل عديد نقي مثل ما نقول اهم خصائص الرا ايرون اللي يعني مادة على قابلية الظهور التشوى او الانحناءات قبل لها تنكسر بعد مالابول اي قابل للتعديل والتشكيل هنا انا حطت لكم خاصية المالابولتي اللي هي ability to be hammered or pressed into shape without breaking يعني انا اقدر اغير الشكل مالتها عن طريق مال الحديد عن طريق الطرق او الضغط بدون ما هذا الطرق والضغط تسبب لي ظهور تشققات او تكسترات بالحديد دف قوي واللاستسلتي مالت اللي دون العفو المرونة من تواسطة المالتينج بوين درجة الانصهار اعلى من النوع الاخر اللي هو كاس ايرون 1500 درجة سيليزية بسبسيف جرافتي وزن نوع 7.8 يمكن ان يمغنط وان يسقط وهو مقاوم جيد للتاكل عندنا اهم استخدامات الرت ايرون ان هو بالروف كفورنج بزمهنا موضح بالشكل الرفتد اللي هي مثل البولتس اللي هي نستخدمها بالبنايات الحديدية حتى اربط قطع الحديد مع بعضها البعض استخدم صفائح يعني قطع الحديد تربط بعضها البعض عن طريق الصفائح وهي الصفائح شكل بها رفتات سميه رفتد جينز اللي هي هاي السلاسل عمال الزينة مثل البوابات نيجي الى اهم نوع من انواع المعادل الحديدية اللي هو الستيل الستيل هو من اهم المعادل الحديدية بالنسبة يعني احنا المهندسين نحن استخدمها كبالدينج ماتيريا اكثر استخدامات اللي هي بالخارسان المسلحة وستخدامها ايضا بالستيل البنايات اللي تكون حديدية ممكن نحصل على معادن بها يعني معدن حديدي بخصائص ميكانيكية وفيزيائية عديدة عن طريق شنو عن طريق استخدام الاستيل طبعا نحن المكنيكال بروورتيز تشمل الخصائص الميكانيكية تمني لانها تشمل القوة والمقاومة وقوات القاس قوات الشد لانضغاط كل هذه القوة والجهادات التي يتعرض لها المنشط تخلص من المكنيكال بروورتيز عن طريق انه نحن نسوي نتحكم بنسبة الكاربون العناصر الداخلة في السبيكة والهيت التعامل حراري ممكن نحصل على خليط من الخصائص المرغوبة مثل الصلادة الدكتلاتي اللي هي خاصة ظهور التشوه بالمعدن القوة مجد بالستيل اعتمادا على نسب الكاربون يتم تصنيف الحديد الى الاصناف التالية اولا الحديد منخفض الكاربون جدا نسبة الكاربون 0.05 استخدامه بالشيت والستربز يعني بصفائح الحديدية الكارب وديز الزاء السيجارات والتيوبينج العنابيب المولدستيل نسبة الكاربون 0.08 الى 0.15 وكذلك نستخدمه بالشيت والستربز بالصفائح الحديدية السيكروز البراغي كونكريت رينفورسنت بار قلبان حديد التسليح المولدستيل ايضا بنسبة اخرى الى 0.15 الى 0.3 وهذا استخدامه بالرول بالمقاطع الحديدية المدورة الروف كبيرا كذلك نستخدمه بالأسطح الشيت بايل الشيت بايل اللي هي تستخدم عند الـ لما أنا ده أشتغل بمناتق بها مياه جوفية عالية او ده أشتغل وده أبني على البحر مثل مديانة النخلة شون تم بنائها تم تجفيف المنطقة شون تم تجفيف المنطقة عن طريق وضع الشيت بايل ثم تم ساحب المياه من المنطقة المحددة للعمل بها عدنا الـ الحديد ذا الكربون المتوسط نسبت 0.3 إلى 0.75 هذا نستخدمه بالشافت القيار يعني القطع مالت أكثر شيء السيارات واللي هي مالت سكك الحديد الـ نستخدمه بغضبان حديد وإيضا بالليبري سترس كون كاريت منبر الخارسانة مسبغة الجهد عدنا الـ هارد ستيل اللي هو نسبة الحديد مالت أعلى من واحد نستخدمه بلد روز المثاقب الوود كتنج والميت كتنج تولز أدوات قطع الخشب وقطع الحديد نجي نتكلم بشكل أكثر عن نوع من أنواع الـ اللي هي المالد ستيل اللي تم سسميته باللو كوربون ستيل حديد منخفض الكوربون أو بالسوفت ستيل الحديد الرخو خاصة يكون دكتايل نعم لأنه نسبة الكوربون قليلة سنرح نشوفه من نهاية ترفضه شوان يتأثر الكوربون على خصائص الحديد مالابل قابل للتعديل من تشكيل سفر مور إلاستيك أكثر إلاستيك أكثر يعني لدونه من الرد آيرون من حديد المضاوة كان بي فوق ممكن أنه سوء لسقل وليحام بالتأكيد لأن النسبة الكوربون بي منخفضة Difficult to temper and harden يعتبر شنو نوعا ما قوي التراست الكوكل يمكن أن يصير به تآكل أو كان بي مغنط بشكل تام الاسبيت مالتا مقدارها 7.3 قوة الانضغاث مقدارها 800 إلى 1200 نسعة مليمتر التربية والتنسائل وقوة التنسائل اللي يقوط الشد من 600 إلى 800 يستخدم المقاطع المدورة رينفورس بار اللي هي قطبها حديث التسليح الروف كفرين يعني هذي بالأسطح والشيت بايل اللي ذكرناها قبل شوية إذن الهاي كربون حديد عالي الكربون هو يعتبر تفر أقوى ومر إلاستيك من الملد ستيل أقوى وأكثر مرون من الملد ستيل كان بفوق أن دول ضد الديفكالتي يعني ممكن أسويل لحام وسقل لكن بصعوبة لماذا النسبة الكربون بيهنان أعلى هذا ما النسبة الكربون بيهنان أعلى 1350 نيو سعر مليمتر التربية والتنسائل 1400 إلى 2000 نيو سعر مليمتر التربية الوزن نوعي مالت 7.9 يمكن أن يتحمل الشو والفايبوريشن الصدمات والاهتزازات يستخدم الخرسانة المسلحة وبالخرسانة مسبقة الجهد وهو الأستخدمات الأخرى المذكورة الهالتنسائل ستيل حديد عالي الشد هذا نسبة الكربون بيهن بوين ستة 0.8 فبالتالي يتم تسميت medium كوربون ستيل ليس مانا medium كوربون ستيل لأن إذا رجعنا لهذا الجدول راح نشوف الmedium كوربون ستيل من 0.3 إلى 0.7 نرجع الألتماس تنسائل عن قوة الشد مالت 2000 عن مليمتر التربية نسبة الالونجيشن لصدال 10% ويستخدم بالخرسانة مسبقة الجهد تستخدم بالمنشآت لتحمل الأحمال عالي مثل القردرات مالت الجسور والبرجز هسا نحن نجي إلى تصنيع حديد تصنيع الحديد الحديد يتم تصنيعه من مجموعة من العمليات أولا عندنا بسماء البروسيس عندنا كروسبل بروسيس أوبن هيرث بروسيس الكتريك أرك بروسيس ديبلك بروسيس لينز أن داون بروسيس نحن نجي نتحلل عن بعض هذه العمليات اللي هي البسماء بروسيس أوبن هيرث بروسيس الكتريك أرك بروسيس نجي إلى البسماء بروسيس هال العملية تعتبر أول عملية لإنتاج الحديد وهي أيضا كذلك تعتبر غير غالية يعني تعتبر رخيصة يتم إنتاج الحديد من 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 حديد الخبث هذا كان يستخدم قديم ديما أقدم عن طريقة فحتى نشوف الطريقة مالتا والفكرة كل شي قديمة حتى قبل طريقة أوبن هيرث فيرنس طريقة دي حتحدث عنها بعشوية الطريقة الأساسية ومبدأ هذه العملية أن أنا أزالة الشوائب من الحديد عن طريق الأكساد أكساد ما عمله مع الهواء اللي يتم ضخ خلال المولتينج فهنان أنا عندي هذا الفرن وهذا هنان عندي الحديد الموجود ويتم هنا ضخ الهواء اللي هو يعمل على أكساد تقليل نسبة الكورب وان لحد يخصر على الاستيام وخلال العملية الأكساد هي تم رفع درجة الحرارة عندنا الطريقة الثانية اللي هي الأوبن هيرث بروسس هاي العملية كثير ما موضح بشكل فهاي العملية هي مسؤولة عن إنتاج حوالي سدس الحديد حول العالم على الرغم أنه يعني أكو طرق متطورة أكثر وبدأ تزم استخدام حاليا اللي هي الأكسجين ستيول أمريكن بأو أس والإلكتريك أارك فرنس يعني نزل طريقته الأحدث واللي هن استبدلا الأوبن هيرث بروسس لكن مع ذلك ما زال الأوبن هيرث تستخدم حول العالم وهي مسؤولة عن إنتاج سدوس الحديد طبعا هاي هن الفيديوهات حتى هن لكم حتى تشوفون العملية الأوبن هيرث بروسس هذي تستخدم شنو فكرتها انه هو يتم هنا عن طريق خا هن يتم تزويد شنو يتم هنا تزويد الوقود هذا الوقود هنا أكم أحرقة تحرقة فمن تحرقة هنا ترفع تحرار فبالتالي يتم تحويل الحديد سواء كان السكراب أو الحديد الخبث إلى شنو إلى استيل هذا الفيديو هستاذا أريد أعرض لكم إياه حتى تشوفوا لأن كل شي مفين وعني أهم قصير هذا هو الفيديو هذه المحركة وإعلاء سواء هذه المحركة المحركة وهي المسطة المحركة وهي السكين الحديد هل يُضخ هنا هنا المحركة هنا نضع الدخان ويوجد أيضا ما أغرق من الجمال العرض تكون الحرارات تقوم بتطورت الحرارات تตورت بالجوائب و تحويلها إلى العثور ترون مرة أخرى كما تحول�� و لا تصوير و معداب و لا تصوير سيكون فيديوه عمل و سهل نكمل قدنا هنا لنز and down with process اللي هاتعتبار نسميها أيضا البيسيك أوكسيجين ستيل ميكن هذه هي الطريقة الأحدث ورئيسية لإنتاج الحديد حاليا بهاي العملية الحديد الخبث اللي هو المليئ بالكربون يتم تحوله إلى ستيل عن طريق كذلك ضخ الأوكسيجين هنا هاته الأوتو إلى بالستيل العملية نسميها البيسيك اللي بسبب التفقات اللي هي البرنت لايم اللي هو اللايم المصهر أو الدولمايت المصهرة اللي تعتبر قاعدة كيميائية تسهل عملية إزالة الشوائب الموجودة بالحديد وتسهل كذلك حماية اللين كانت تبطين مالة الحديد هذا كذلك هنا فيديو يوضح لنا هذه العملية أحيحول الحديد اليهوي لسبة كربون عالية لستيل شوفوا نعني. هاي نفسي هادا الانبوب اللي هو يزود بالاكسجين. وهنا انا اش راح يصر عندي راح يتمخفض نسبة الشوائب. يقول انه هو نسبة الكربون راح يتم تقديلها خلال هذه العملية. راح يتم تحوله الى حديد منخفض الكربون. ثم مولتن ايضا. بعد الانبوب الانبوب. يقول انه بعد ما قمنا بإدارة الشوائب. يتم مصبه يعني الى شكل المطلوب. عنا هنا العوامل المؤثرة على الحديد. اهم عامل اللي هو الكيميكال كمبوزيشن. التركيب الكيميائي. بس العفو. التركيب الكيميائي. اهم شي اللي هواني عندي الكربون كونتينت. محتوى الكربون. محتوى الكربون. اذا زاد نسبة الكربون. يعطينا درجة عالية من الهاردنس. من القوة ومن الصلاة. لكن هذا ما سيكون. رح يكون على حساب الدكتاليتي. اللي هي قابلية المادة انه تظهر تشوه بها قبل لا تفشل. فهذا شنو رح يقل الدكتاليتي. اللي هي الخاصية المطيلية. بس بنسبة وقت رح يزيد شنو رح يزيد السترين. بالاضافة الى انه نسبة الكربون. رح يقل المالابوليتي قابلية التشكيل والتعدين. لان المادة رح تكون هاردنس. بها صلاة وقوة عالية. ورح يقل لي الخاصية المغناطيسية. الفاينال بروديكت دائما. المنتج الحديد يحتوي على نسبة قليلة من المعادن الأخرى. او العفو لشوائب الأخرى. مثل السيليكون. الماغنيسيوم. الكبريتات. الفوسفات. بالاضافة الى الكربون. لدينا التعامل الحراري. التعامل الحراري. يحسن الخصائص الميكانيكية مثل. قوة الشد. الهاردنس. الصلاة. التفنس. مقاومة التآكل. تحسن الخصائص الحرارية الكهربائية المغناطيسية والكيميائية. تحسن الخصائص الميكانيكية مثل. الدكتلراتي الخاصية المطيلية. المتنصار سترين. قوة الشد. ومقاومة الصدمة. تساعد على إزالة الإجادات الداخلية. تحسن الستركتر والغرين سايز. الستيل ميكين. عند الماكنيكال وورك. الأعمال الميكانيكية. ستينتج المنتجات الحديدية للمانة الستيل. يكون هذا الشيء عن طريق شنو؟ عن طريق أنه أنا أصب هنا. أصب الملتينج ستيل. الحديد المصاري لشكل مطلوب. أو أنه أعاملة ميكانيكية. يعني عن طريق الطرق. وتعامل الميكانيكي يكون طريقتين الهوت والحار. يعني إما طرق على الحار أو طرق على البارد. هذا الماكنيكال وورك. الغرض منه أنه نحول عفو الحديد إلى الشكل. المطلوب. هنا تهتم محاضرتنا. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.